Il signale raffigurato indica una banquina che devole يعني هذه العلامة وهذه الإشارة بتشير إلى يعني هامش للطريق منزلق أو يعني خطر فبالتالي طبعاً كلام ده غلط وهي كونتة كونتة اللي هي حفرة يبقى هنا فالسو Il signale raffigurato preannuncia una كونتة يعني هذه الإشارة تعلن عن حفرة طبعاً دا صح جد верو In presenza del signale raffigurato è necessario moderare la velocità per mantenere il controllo del veckolo يعني في حالة توجود هذه الإشارة مهم جداً تعديل السرعة حتى نستطيع السيطرة على التحكم في المركبة وده طبعاً وهنا معانا il signale raffigurato preannuncia بيعلن عن una banquina cedevole يعني بيعلن عن هامش للطريق منزلق أو خطر وطبعاً الكلام ده غلط هي عبارة عن una كونتة وهنا il signale raffigurato in presenza del signale raffigurato في حالة وجود العلامة الموضحة in chisariu مهم ralentare تهدئة السرعة solo se provingono the coli dal senso oposto فقط إذا كانت تأتي هناك مركبات من الاتجاه المقابل طبعاً كرام ده غلط المفوض أن احنا بنهدي السرعة في جميع الأحوال لما بيكون في الإشارة أو هذه الإشارة فاحنا بنهدي السرعة في جميع الأحوال والخطورة هنا هي إمكانية تجميع المياه أو الطين أو الأتربة وممكن أن يحصل ظاهرة اسمها aqua planning إن هي المركبة يعني بتعوم طبعاً مع وجود الحفرة والمياه في حالة الأمطار يبقى هنا عندي فالسو طبعاً بيحصل تمايل للمركبة يبقى ده فالسو وهنا il signale raffigurato العلامة الموضحة il signale di pericolo علامة من علامات الخطر طبعاً هي علامة من علامات الخطر المسلسة والخلفية بيضاء وإطار المسلس باللون الأحمر وتبعد عن الخطر ب150 متر davvero وهنا il signale raffigurato في حالة وجود العلامة الموضحة non necessario يعني غير مهم rallentare تهدئة السرعة se lecuneta presenta visibilita يعني لو كنا شايفين كويس وده طبعاً يعني ملوش أي علاقة بالرؤية الخطر هنا مش في محدودية الرؤية الخطر هنا زي ما قلنا فإن فيه كونتا ممكن إن هي تعبق بالمياه أو الطين أو الأطربة يبقى هنا ده فالصو وهنا il signale raffigurato العلامة الموضحة preannuncha بتعلن عن un tratto di strada جزء من الطريق pericoloso خطير a causa di una كونتا بسبب وجود una كونتا أو بسبب وجود حفرة وده طبعاً وهنا il signale raffigurato العلامة الموضحة preannuncha preannuncha بتعلن عن un tratto di strada جزء من الطريق كون pavimentazione irregulare يعني بيكون الأرضية غير مستوية أو غير صالحة للاستخدام وده طبعاً غلط هنا إحنا عندنا كونتا أوكي pavimentazione irregulare دي طبعاً موجودة في strada deformata أو strada desistata يبقى هنا ده فالصو وهنا il signale raffigurato الإشارة الموضحة preannuncha بتعلن عن un tratto di strada جزء من الطريق in cativo stato في حالة سيئة وده طبعاً فالصو ماشي هنا ده كمان بيشير إلى strada desistata لما يكون cativo stato إنما هنا لا دي كونتا وهنا il signale raffigurato العلامة الموضحة يمكن أن توجد prima di un tratto in salita seguito da una دي شازة يعني موجود في جزء من الطريق بيكون في مطلع ومصحوب بمنزل طبعاً الكلام ده غلط عبارة عن منزل وبعد كده مصحوب بمطلع دي كونتا حفرة ننزل وبعدين نطلع إنما المطب نطلع وبعدين ننزل يبقى هنا فالصو وهنا in presence del signale raffigurato في حالة قدر العلامة الموضحة avietato يعني ممنوع il sorpaso ممنوع التجاوز si ciircula in una strada sensu unico لو كنا ماشيين على طريق اتجاه واحد طبعاً هنا ما فيش أي منع للعمل تجاوز أو كده ده مش ممنوع il sorpaso مش ممنوع وهنا طبعاً ده فالصو وهنا عندنا in presence del signale raffigurato في حالة قدر العلامة الموضحة el necessario يعني مهم جداً tener il volante nemsic il direccion con una presa più sicura يعني قبضة تكون قبضة محكمة طبعاً كلام ده صحي جداً اللي ممكن يحصل esbandamenti أو temayul يبقى ذا vero وهنا il signale raffigurato العلامة الموضحة preannuntra بتعلن عن un restringimento يعني تضييق della carichata يعني تضييق في هنا carichata أو في طريق مصر المركبات وده طبعاً فالصو ما عندناش أي تضييق خلص هي برعاً كونتا أو حفرة يبقى هنا فالصو il signale raffigurato العلامة الموضحة una preannuntra بتعلن عن una strada deformata يعني بتعلن عن طريق غير مستوي طبعاً كلام ده غلط فالصو وهنا il signale raffigurato العلامة الموضحة preannuntra بتعلن عن un dos يعني بتعلن عن مطب طبعاً كلام ده غلط هي بتعلن عن كونتا حفرة يبقى هنا فالصو il signale raffigurato العلامة الموضحة citrofa prima يعني بتوجد قبل di un trato قبل قطعة di indichesa يعني نازلة seguito da uno in salita يعني مدبوعة بقطعة تكون صاعدة طبعاً ده صح جداً هي بتكون نازلة وعدين طلعة يبقى هنا da vero وهنا il signale raffigurato في حالة وجود العلامة الموضحة in caso في حالة di pioggia في حالة الامطار in necessario previderi يعني مهم جداً نحن نتوقع la possibilità امكانية di accumulo di aqua nel lacuneta امكانية تجمع المياه داخل الحفرة وده طبعاً صح جداً وهي دي الخطورة اللي عندنا تجمع المياه أو تجمع الطين أو تجمع الأتربة يبقى هنا da vero وهنا عندنا in presenza del signale raffigurato في حالة وجود العلامة الموضحة in necessario مهم جداً moderare la velocità يعني يجب تحديل السرعة حتى نتجنب اي ضني او اي خسائر موجودة في lees suspensioni اللي هي عفشة المركبة اللي هي السوسات والمساعدين والاجزاء اللي هي بتعمل على تنعيم المركبة يبقى وفرامل طبعاً مثيل الفرامل الحاجات دي كلها دي اسمها suspensioni يبقى هنا طبعاً صح جداً ان احنا المفوض نهدي السرعة بحيث ان احنا يعني ما يحصلش خسائر في العفشة يبقى هنا دا zero وهنا السينيالي رفيجوراتو العالمة الموضحة بريانونشا بتعلن عن ونتراتو دي اسطرادا جزء من الطريق كي بوترابة اللاكارسي ممكن ان هو يعني يغرق كده 8 مية يغرق في حالة الامطار الغزيرة وده طبعاً صح جداً وهنا خلصنا كل الاسئلة اللي ممكن تيجي على السينيالي السينيالي اللي هو الاشارة اللي اسمها كونتا اللي اسمها حفرة وهي طبعاً سينيالي سينيالي دي باريكولو هي علامة من علامات الخطر ومسلسها راس المسلس لفوق والخلفية بيضاء والإطار باللون الأحمر وهي بتبعد عن كونتا أو عن الخطر بمسافة قدرها 150 متر والخطر هنا بيكمن في ان هي ممكن يحصل اكومورو او يحصل تجمع للمياه هي الطريق المكسر او الطريق الوعر اه هي كونتا وهي ما فيش اي علاقة بها بمحدودية الرؤية او اه عمل اه يعني ما بيكونش ممنوع معها اه بنمسك اه اه كويس جدا الفورانتة او المقود اه او اللي هو الدريكسيون بحيث ان احنا نتجنب اي سبندا مندي ممكن تحصل تمام اه شكرا لكم ونلتقي في المرة القادمة